الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل لنيورك للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 74 السفير بسام راضي المتحدد باسم رئاسة الجمهورية قال أنه من المقرر أنه يلقي السيد الرئيس بيام مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة واللي حيتناول رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية اللي بتكون مطروحة على السحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين كذلك مكافحة الإرهاب هتكون حاضرة والتطرف وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية هيكون هناك حديث مفصل بالإضافة لقضايا القارة الإفريقية وده هيكون يوم الثلاثة اللي جاي إن شاء الله اشتركوا في القناة